اهلا محضراتكم متابعين الكرامة في حلقة جديدة من برنامج رأي كثيرون اليوم يتساءلون هالحرب العالمية على الابواب بعد قرار حلف الناتو بضم كل من فنلندا والسويد والاستعداد لوضع اسلحة امريكية بالقرب من الدولة الروسية روسيا بدورها لم تصمت حيال هذه التطورات وتعهدت برد عسكري راضع حيال هذه العمليات التي تصفها بانها تصعيد ضد الدولة الروسية وانها تستهدف الامن القومي الروسي لا زالت ايضا التطورات جارية فيما تعلق بها الصراع الروسي الاوكراني البعض يرى بانه هناك اهداف بالنسبة للايات المتحدة الامريكية من تطوير امد الصراع بهدف استنزاف القوات الروسية الجميع يتحدث ايضا عن انه بعد هذه القمة الهامة التي عقدت في مدريد والبيانة الذي صدر من قادة دول حلف الناتو الذي يتحدث عن ان روسيا تهدد امن واستقرار حلف الناتو وانهم سيعملون على دعم الدولة الاوكرانية من اجل ان تحصل على كافة الاراضي التابعة لها وان تحصل على سيادتها غير منقوصة يمثل تحدين جديدا من الناتو للدولة الروسية الامر متصاد ايضا والاهانات والسخرية متبادلة بشكل كبير للغاية بين كل من فلاديمير بوتين وبوريس جونسون هذا الامر اعتقد انه ينبئ بتصعيد خطير للغاية خاصة مع اعلان القوة الالمانية او الجيش الالماني عن انه بصدد تشكيل جيش قوي من اجل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة عموما دعوني ارحب الان بالدكتور عبدالباقي شمسان الاكاديمي اليمني وايضا استاذ علم الاجتماع السياسي قطعا المعروف اهلا بحضرتك يا دكتور عبدالباقي اهلا وسهلا دكتور عبدالباقي كيف ترى هذه التطورات من مسألة الاعلان عن ضم كل من فنلندا والسويد لحلف الناتو والرد الذي اتى من موسكو حيال هذه الخطوة طبعا بالنسبة للعلاقات بين الناتو والسويد وفنلندا الجميع يعلم ان كانت تلك الدول تشارك في المناورات العسكرية للناتو فيما مضى ولكن ما الان تم ضمها رسميا وهذا يعني بمعنى ان الصيرورة مكتملة ولكن لن تكون هناك قواعد للناتو في هذين البلدين لانتصاص كثير من الحساسيات او القلق الروسي ربما موقعا وربما في المستقبل خاصة وان هناك حدود مشتركة وتداخل بين روسيا وفنلندا تمتد الى 1300 كم وهذه التداخل ربما يجعل من التوجس الروسي يزداد وبالتالي هناك نوع من تقنب لأي مواقعات بين السويد وفنلندا وروسيا نظرا لحساسية هذه الحدود والمتقاربة والاستراتيجية المؤثرة على الأمن القومي الروسي هذا عنصر رئيسي العنصر الآخر أن هناك تحولات في الاستراتيجية الامريكية والأوروبية الحرب العالمية الآن ليس بالمفهوم لم تعد بالمفهوم الحرب العالمية الأولى والثانية نحن الآن ما يسمى بحرب عالمية بالوكالة بمعنى أن هناك حرب في أوكرانيا هي حرب عالمية تدار بالوكالة في الجغرافية الأوكرانية وهناك الآن حديث عن فتح جبهة أخرى في صرب البصنة وربما نسمع في الأيام القادمة عن ميلوراد دوريك وعن صرب البصنة وعن قضايا هناك وهناك تحرك غربي باتجاه هذه المنطقة وبالتالي هذه الجبهات المشتعلة وربما هناك ستفتح جبهات أخرى في أماكن في جغرافية أخرى أي أن الحروب ستكون لها أشكال جديدة في الجغرافية أو في حرب العملات أو في الحرب السبرانية وهناك حروب الحصار الطويل الحرب الاقتصادية والحرب الثقافية والإعلامية من خلال فقط تدفق سردية واحدة من خلال شيطنة الآخر يعني هناك جملة من الصراعة الآن تدار ولكن هذا التحول يأتي بتحول كان متوقع هذه المواجهات لأن تحدثنا بعد انهيار الكتلة الاشتراكية أن الولايات المتحدة الأمريكية هيمنت على المشهد العالمي كقوة وحادية وكان الجميع يتوقع عودة الصين بديل أو عودة الاتحاد السوفيتي اللي هو ناضي بروسيا اليوم يعني العودة الروسية بديلا عن الاتحاد السوفيتي أو وجود تكتل آخر بحيث لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية مستفردة بالمشهد القوى الدولية المتوقع كان قبل سنوات أو حتى أيام ترامب كان أن هناك انسحاب بمنطقة الشرق الأوسط يعني الحديث عن انسحاب والتفرغ للصين وكان الاتحاد الأوروبية تحدث عن أن الناتو لم يعد له قيمة وظيفية وبالتالي الآن هناك تم التحول نحن الآن نتحدث الأوروبا كانت بحاجة إلى تفعيل الناتو ويعابة إعماله ويعابة منحه كثير من الوظائف ومد روح جديدة فيه وهذا ما تم سيتم أيضا تشكيل ناتو في منطقة الشرق الأوسط في هذه المنطقة بحيث يكون هولا الناتو في منطقة الشرق الأوسط هو حليف الولايات المتحدة الأمريكية والناتو في أوروبا أيضا حليف ورديف للولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك تحول في الهياكل أو التكتلات العسكرية في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تستثمر كل علاقة التحالفية في إيجاد تجمعات عسكرية وهناك تحول قبل صدر ما يسمى منظومة المفاهيم للناتو وهناك تحول في التوصيف حيث هناك تم أصبح الآن الحديث تحولت روسيا من حليف إلى تهديد والصين إلى تحدي أي أن المعركة القادمة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ليست منفردة وإنما لديها تكتلات اقتصادية وعسكرية لمواقهة التهديد الروسي والتهديد أيضا الصيني الصاعد بعبارة أخرى تأقيل عودة الصين وروسيا للمشهد واستمرار أولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية في المشهد الكوني إذن نحن أمام صغاع معروف اللي هو أن أولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستثمار بالاستمرار في باقائها إلى أكبر قدر ممكن مهم أحادي وهذا فقط من تأجيل الصعود ربما روسيا يتم استنزافها ولكن الصين حتما قادما طيب دكتور عبدالباقي كيف ترى الرد الروسي على مثل هذه الخطوات إذا ما أقدم بالفعل حلف الناتو على نشر قوات عسكرية له في السويد وفنلندا لأن موسكو تعحدت بالرد على مثل هذه الخطوات أيضا بتشكيل وحدات عسكرية ووضعها أيضا على الحدود مع فنلندا والسويد بماذا تعلق؟ أعتقد أن هناك تصريحة واضحة بأن لن تكون هناك قواعد عسكرية وإن كانت فنلندا والسويد لديها من القوات البرية الهائلة وتحديدا فنلندا لديها خبرة في هذه الحدود وهناك هذه البلدان لديها القوات البرية التي تتعامل مع البيئة المتجمدة لديها تفوق نوعي وكمي في هذه المناطق وأعتقد أن لن تفتح الناتو جبهة جديدة الآن في إيجاد قواعد عسكرية على مقربة من العلول الروسية ولكن روسيا بدأت بالتصريح بأنه لابد من التسريع أمام الضغوط لابد من تسريع الاندماج بيلاروسيا إلى روسيا وربما تفتح جبهات في البلطيق ستفتح جبهات في أكثر مكان ستستنزف لذلك روسيا لديها خيارات كثيرة هنا لك استعداد لهذا الصراع هناك تصريح من رئيس البنك المركزي الروسي بأنه تم تثبيت النظام البديل لسويفت بحيث أن هذا النظام الآن لديه تقريبا أكثر من مؤسسة تتعامل معه وأن المؤسسات التي ستتعامل مع النظام التبادل هذا الجديد الروسي لن يتم الإفساح عنها وبالتالي يمكن لكثير من المؤسسات أن يكون لديها تبادل مالي مع روسيا دون أن تتعرض العقوبات يعني هناك استعداد روسي وصيني لهذا الحسار الطويل يعني هناك جبهات أنا كما قلت لك هناك أقليات روسية متواجدة في ما كان يسمى الاتحاد السوفي سابقا هناك جبهات في سوريا وهناك صراع في أكثر من مكان في العالم المعركة ستكون حرب عالمية بالوكالة أوروبا ستعيد لها الحيوية من خلال إعابة التسليح وهناك أيضا ما يسمى بالعودة الاستعمارية لدول أوروبا إلى الجغرافية المستعمرات القديمة لأن هناك أزمات ناتجة عن الأمن الغذائي وأزمات ناتجة عن حرب العملات بمعنى أن الدول الفقيرة سيرتفع لديها تضخم ولديها ديون لدى البنك الدولي والبنوك الدولية مما يجعل فارق العملة بين الاقتراض والتسليم أو إعابة الاقتراض فارق كبير هذا يدخل هذه البلدان في أزمات مالية في أزمات معيشة يجعلها أكثر تبعية وتخضع للدول المهيمنة وبالتالي قرارها السيادي وتحالفتها ستخضع لمن يمولها اقتصادياً بمعنى أخرى العالم يتجه نحو إضعاف الدول العالم الثالث والدول التي كانت مستعمرات هي التي ستدفع الثمن أكثر نظراً للمديونية الشديدة ونظراً لخطر الأمن الغذائي وهنا نحن أمام بعابة تشكيل المنطقة وعندما تضعف البلدان عدم الثالث لا نستطيع أن نتحدث عن عدم الانحياز لأنك حتماً ستكون مدبر إلى الانضمام إلى أحدى التكتلات طيب ما مصير العلاقات الروسية التركية بعد موافقة أنقرة على انضمام كل من فنلندا والثويد للناتو من وجهة نظرك؟ أعتقد أن العقلية التركية وتحديداً الرئيس أردوغان إنسان سياسي براجماتي بامتياز يوظف المستقدات السياسية بشكل براجماتي يستفيد من هذه المتغيرات وبالتالي هو كان يعلم أنه ستمارس عليه ضغوط ولن يستطيع الوقوف بشكل مستمر رديه مصالح مع الناتو ومصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح مع أوروبا ترتبط بالموافقة ولكنه أستثمر هذا الحاجة إلى ضم السويد وبالندا وحقق مكاسب على مستوى أهمية تركيا في الناتو باعتبارها من الدول المؤسسة وكذلك أستفاد من حيث المطالبة بما تصنفهم تركيا جماعات إرهابية وهي أيضاً منحت تركيا مكانة دولية باعتبارها تفرض شروطها في الناتو وباعتبارها لاعباً رئيسياً في انضمام أو قبول ورفض الدول التي تسعي الناتو هذا له قيمة رمزية وسياسية قوية لتركيا بأنها لاعب رئيس زيارة الرئيس الأمريكي إلى تركيا تبين مكانة أن أنقرة تعتبر عاصمة لصناعة السياسات ولاعب دور مهم إذن هناك نوع من الاستثمار تركيا وعلاقتها في المنطقة وعلاقتها مع روسيا وأوكرانيا العلاقات التاريخية ستمكن تركيا أن تصبح عنصراً رئيسياً في الناتو وعلاقة مهيزة مع وليات المتحدة الأمريكية وتلعب دور وسائطي نظراً لموقعها التاريخي والجغرافي في المنطقة بتسهيل مرور وتنسيق الإيقاد يعني التنسيق الذي يسمح بتدفق القمح الأوكراني إلى خارج الحدود الجغرافية وبالتالي ربما موقعها ومكانتها في الجغرافي والإستراتيجي في البسفور وموضيق الدردانيل والعلاقات التاريخية ستمكن تركيا من أن تلعب دور وإن كان تحت إشراف المؤمن المتحدة أو تحت التنسيق الدولي لاستمرار تدفق القمح إذا كان المجتمع الدولي يريد أن يتم خروج القمح الأوكراني لأن من المتوقع أن تحدث أزمة اقتصادية وهذه مفتعلة من المحتمل أن يتم التأقيل إفتعاء الآزمات كما قلت بحيث أنه تصبح كثير من البلدان الضعيفة أيضا تصبح تعبعيتها أكثر عمقا وأكثر تبعية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هناك توجه لعادة سياغة المجتمع الدولي وتكتلاته وتحالفاته لأنه مرينا بعدة مراحل كنا في التسعينيات مع انهار الكتلة الاشتراكية تحدثنا عن التحول نحوه الديمقراطية وكان هناك حديث عن الإصلاح الديمقراطي وكيفية تحويل المجتمع الدولي إلى نظام الليبرالي الديمقراطي وهنا كان الإصلاح الديمقراطي يصبح أولوية وبحيث تصبح ولاية المتحدة الأمريكية وأوروبا هي الدولة التي تقود العالم اقتصاديا وسياسيا في إطار أن مضمن الدول تدور في المنظومة الليبرالية ثم بعد 2011 مع العملية القاعدة تحولت الأولويات إلى مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وهذا الدليل على أن هناك تحول إلى التدخل في سيرة الدول تحت مكافحة الإرهاب وأيضا تحت حماية حقوق الإنسان ثم انتقلنا إلى مرحب وتدخلت البلدان من هذا من المنفذين حقوق الإنسان مكافحة الأنظمة الإرهابية وتحكمت في المعلومات والدفقة بتحرك حتى الأموال مراقبة الأموال، مراقبة أنظمة السفر، الجوازات، المنظومة الاتصالية كل هذا كان أخضع الدول إلى الرقابة وإلى معرفة وكشف المعلومات وهناك صراع معلومات بين الصين والأولايات المتحدة وأوروبا ثم دخلنا في مرحلة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المشهد العالمي ثم تهيأ العالم إلى عودة صعود الصين المتوقع وعودة روسيا بعد أن تحدث الكثير هناك الكثير من الدراسات والكتب تحدثت عن كشفة الاستراتيجية الروسية للعودة إلى مشروع الأمبراطورية الروسية وعودة حيبتها التاريخية وعدم رضا كثير من النخب عن ما تم الاتفاق عليه عند محاق باتشوف إذن هذه التحولات الآن كلها تعيد السياغة وهناك الآن تكتلات لإستنزاف روسيا بحيث يتم إيقاف استراتيجيتها للعودة إلى مكانتها السابقة أو حتى أكثر من مكانتها السابقة وهناك أيضا رسائل للصين في تايوان ومن خلال النموذج الضغط على روسيا بحيث تشاهد الصين ما الذي يهدف لروسيا ولكن المسألة فقط مسألة وقت لأن الصين تصعد وروسيا أيضا ستحاول أن تتأخر للعودة ولكنها ما زالت لاعب رئيس نحن أمام تحول من يكسب المعركة الآن كان هناك حرب الروبل روسيا حتى الآن شكلت نجاحا في هذا الجانب أوقدت نظاما ماليا جديدا وكان هذا طموحا بمجموعة الخمس اللي هي روسيا الصين جنوب أفريقيا والبرازيل والهند التي كانت بدأت تشكل تكتلا اقتصاديا للدول النامية أو الواعدة بالنمو وبكانت تشكل بمعنى أنها ستوكد هذا التكتن هذا التكتن الآن ربما أيضا يصعد إلى المشهد العالمي نحن أمام تحولات والخارطة الدولية لم تتضح بعد ولكن الحرب بالوكالة في الجغرافية سوف يستمر وهو الآن هناك حرب بالوكالة في أوكرانيا وستفتح في أماكن أخرى الحرب الأخرى الكونية السيبرانية والمالية والاقتصادية والثقافية والإعلامية أيضا مستمرة وهناك تهيئة يعني الدول تتهيئة الآن إلى إعابة تموضعها في التحالفات بعضها سيتموضع بقوة كما هو أوروبا والأوليك المتحدة الأمريكية والأكثرية من بلدان العالم الثالث ستجد نفسها مضبرة على التموضع تحت وطأة الوضع الاقتصادي والآن الغدائي والتبعية السياسية لهذه البلدان طيب دكتور عبدالباقي اللافت للنظر هو تصريح رئيس الأمريكي جو بايدن الآن عن أنه يدعم تلك الصفقة المحتملة لبيع أمريكا لطائرات F-16 لتركيا بعد أن آتت الموافقة التركية على انضمام كل من فنلندا والسويد كيف ترى تصريحات جو بايدن تلك؟ أعتقد أن بايدن أعاد كثير من السياسات التي كانت بدأ الحديث عنها في السابق بأن تركيا نظرا لأنها أدخل سواريخ S-400 الروسية وكان هذا من حيث منظومة الأسلحة الأوروبية للناتو هو كان أتخذ قرارا كنوع من إطراض فرض السيادة التركية بأن يكون لها أسلحة من خارج الناتو وشكل قلقا لدول الناتو باعتبار أن هذه الأسلحة صنعت لمواقهة الأسلحة لأسلحة الناتو وسارع في هذا النهج وتم إيقاف هذه الصفقة الطيران من قبل الحكومة الأمريكية السابقة نظرا لهذا القرار ويبدو أن بايدن أراد أن يعيد تركيا إلى محيطها في الناتو لأن هناك توجه إلى إعادة إعمال الناتو وإعادة إعمال الناتو التركية لها حضور قوي على مستوى الكم والكيف والتأسيس ومن هنا كانت هذه صفقة سويد فنلندا تدخل فيها ليس فقط تسليم 35 ما يصنف بالإرهاب وإنما أيضا كان لابد من هذه الصفقة واستثمر الرئيس التركي هذه الوضعية التاريخية وهذا الصراع التاريخي وحقق بامتياز صفقة بيع الطائرة طبعا هناك استفادة ثنائية لأن أولئة المتحدة الأمريكية تعيد تركيا إلى الناتو وتعيد إعماله وتركيا استفادت من خلال هذه الصفقة لتحقيق هدفين اقتصادي وسياسي وعسكري إلى آخر طبعا نحن أهم السياسي الناجح أو فن الممكن يستثمر اللحظات التاريخية والإحتياج له في تحقيق مكاسب لم يحققها في فترة سابقة كان لتركيا أن أستمرت هذه اللحظة من خلال احتياج الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن يكون الناتو يعني لاعبا رئيسيا والدليل على ذلك أن المفاهيم التي صدرت أو الاستراتيجية القديدة ومفاهيمها القديدة كانت واضحة أن هناك تحول في المفردات أصبح الآن الحديث في شكل معضح الصين وروسيا تشكل تهديد ولدول الناتو والمتحدة الأمريكية هذا ميلاد جديد ودور جديد التوجه الألماني أن تخصص 80 مليار دولار يورو للتسليح يعني أن هناك إعادة إعمال للناتو وتقويته وإعابة دوره التاريخي خاصة مع غياب أي تكتل عسكري كما كان في السابق وارسو الآن هناك تكتل يعني الناتو هو استمراره وكان الحديث أنه لم يعود له وظيفة الآن أصبحت له وظيفة وهناك حديث عن ناتو آخر في مناطق النفط لحماية إسرائيل وإدماجها في محيطها باعتبار أنها ستوجد نوع من الدلاحون بين البلدان لمواجهة الخطر الإيراني ولكن أيضاً للخطأ إيران مجعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحافظ عليها لإيجاد مبررات لهذا الناتو وكذلك للحفاظ على النفط ولوجود استقرار في المنطقة تتفرغ خلال الولايات المتحدة الأمريكية للخطر الصيني والروسي بحيث أنها يكون لديها تكتلات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط في أوروبا متماسكة فاعلة قوية لدى وهي تقوم بالتنسيق وقيادة هذه التكتلات العسكرية والسياسية لأن تبقى مهيمنة على المشهد العالمي طيب دكتور عبدالباقع رئيس تركي رجب طيب أردوغاني يصرح لصحفيين الأتراك بأن دولة السويد تعهدت بتسليم أنقرة 73 إرهابيا لديها وأنها بالفعل قامت بتسليم أربعة من هؤلاء كيف ترى هذا التصريح؟ أعتقد أن هناك إعلان واضح للتسليم وصرحت وزيادة الخارجية السويدية بأن سيتم تسليم أولئك الذين لا يحملون الجنسية السويدية بعبارة أن الدستور السويدي أو دستير هذه البلدان لا تسلم مواطنيها إلى دول أخرى إذا ما كان هؤلاء يحملون جنسية السويد أو فنلندا لن يتم تسليمهم وسيتم التعامل معهم في إطار القوانين والدستورية والقانونية في تلك البلدان أولئك الذين لا يحملون هذه الجنسية سيتم تسليمهم باعتبار أن المصالح الاستراتيجية لهذه البلدان وباعتمار أن السياسة هي علاقات براغماتية تستثمر المنافع والمصالح لتحقيق الأهداف وبالتالي أعتقد سيتم تضحية بهؤلاء وتسليمهم ولكن يبدو لي أن الرئيس التركي كان يطالب بهؤلاء في فنلندا وسويد ولكن هناك عنصر آخر قولا في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأنه يحمل الجنسية الأمريكية وهناك قضاء وبالتالي لم يضغط كثيرا وإنما أراد أيضا أن يعيد هؤلاء وهذا سيؤدي إلى مزيد من الضغط على التنظيمات التي تصنفها التركيا كتنظيمة إرهابية رئيس تركي رجب طيب أردوغان شدد على أنهم يوصلون نهجهم المتوازن في علاقاتهم مع الدولة الروسية كيف تعلق على هذا التصريح؟ أعتقد أن كما قلت لك في السابق أن الموقع تركيا وهنا موقعها الاستراتيجي في البسفور وفي البحر الأسود وفي الدردانيل وأيضا امتدادها التاريخي في منطقة آسيا يعني هي على هناك علاقات تاريخية وهناك حديث عن ملايين الأتراك الذين أصبحوا لديهم أسر من روسيا هناك تقريبا بالملايين وليس بالآلاف هناك يعني علاقات تمتد إلى كل البلدان حول روسيا هذه علاقات تاريخية في الجغرافية هناك العلاقات البحرية والعلاقات الاستراتيجية كل هذه العوامل تجعل مصالح تركيا تركيا تلعب دور متوازن لأنها لديها مصالح كبيرة جدا مع روسيا وبالتالي هذه المصالح المشتركة تجعل من تركيا أن توازن لا تتخذ مواقف طرفية بمعنى أن تحافظ على مصالحها مع الناتو أولئة المتحدة الأمريكية وتحافظ على مصالحها مع روسيا لأن روسيا دولة كبرى وهي أقرب إلى تركيا من حيث الجغرافية والتاريخ والصراع والثقافة وماكن الصراع الاستراتيجية أنظر إلى آدربيجان أنظر إلى أرمينيا أنظر إلى كل هذه المناطق التاريخية هناك ما هو تاريخ مشترك وهناك كثير من المضايق البحرية وبالتالي مصالح تركيا مع روسيا كبيرة وأوكرانيا وبالتالي هنا التوازن أي سياسي يتعامل مع هذه المعطيات عليه أن يوازن لأنه لا يمكن أن يتموضع هذا الموقع الجغرافي وهذه المكانة تركيا لديها مكانة في العالم الإسلامي بمعنى لديها استثمار لهذا الانتماء للمنطقة الإسلامية لديها موقع اقتصادي ولديها علاقات مع الغرب وتركيا إذن سوف تستثمر كل هذه العلاقة التاريخية والاقتصادية لتحقيق المصالح التركية هي الآن تعود إلى منطقة إلى مجالها التاريخي العثماني من خلال هذا التاريخ المشترك وتستثمره وهي متواكدة في المنطقة وتعيد علاقتها مع السعودية والإمارات ولديها طواعد في قطر وفي السودان ولديها حضور في الصومان من خلال إعابة الإعمار وإلى آخره ولديها أيضا هذه العودة إلى تركيا الجديدة التي تمتد في الجغرافية تمتد تستثمر حضورها التاريخي أو تاريخها المجالها التاريخي تستثمره جيدا في المنطقة وتستثمر أيضا موقعها الجغرافي في المضايق وامتداد الأتراك في أكثر من البلدان في أوروبا الشرقية هناك حضور تركي ومؤثر وهائل وامتداد تاريخي تستثمره كامل يعني هذا البيغان تكاد تكون امتداد تركي وهناك أيضا تنوع قائدي بمعنى أن لديها أتراك من السنيون يعني انتمونا إلى الشيعة وهناك تراك سنة وهناك هذا كله التنوع التركي تستثمره بشكل جيد وتوظفه بشكل متوازن وحيانا تحصل بعض الاختلالات تؤقلها كما حصل الاختلال بين ولاية المتحدة الأمريكية على صفقة F35 وهي الآن وقدت اللحظة التاريخية عند احتياج الأوروبا واحتياج الولايات المتحدة الأمريكية لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو وتم تعويضها وإعابة يعني أن تقدم هذا التنازل مقابل هذه الصفقة الثنائية تسليم ما يسمى بالإرهابيين وصفقة منح التركيا بF35 طيب فيما تعلق تطورات الحرب الأوكرانية الروسية القوات الروسية غادرت جزيرة السعبانة الاستراتيجية المتواجدة جنوب غرب ميناء أوديسا موسكو تقول بأنها قامت بهذه الخطوات من أجل إظهار بوادر حسن النية من أجل أن تتمكن الدولة الأوكرانية من تصدير الحبوب للعالم أجمع في المقابل الرئيس الأوكراني زيلينيسكي يقول بأن القوات الروسية فرت بسبب النيران المكسفة التي تطلقها القوات الأوكرانية كيف ترى هذه التطورات؟ تحدثت كثير من العسكريين وحللوا أن القزيرة بالفعل أن كلفة بقاء القوات فيها خاصة مساحة الجغرافية صغيرة جدا وبالتالي يمكن استهدافها بتشكل استهداف وبالتالي الحفاظ عليها صحيح أنها قريبة من أوديسا وهي في منطقة ما يسمى بجزيرة مراقبة وتبتعد لديها موقع رابط بين أكثر من منطقة ولكن لانسحاب منها لأسباب تكتيكية هذا وارد وفقا ليس التحليليا لست عسكريا ولكن قرأت وأستمعت إلى كثير من المحللين العسكريين لأنها هناك المنطقة الشرقية التي هي مهمة جدا لروسيا هي تحت السيطرة وبالتالي عندما تفرض روسيا سيطرتها على هذه المناطق ويتم التوصل إلى نوع من التوافقات ستعود إلى القزيرة رغم أن القزيرة وفقا للقانون الدولي هي أوكرانية ولكن كيف سيتم معالجة الأمر هذا متروك إلى من يهيمن على هذه الجغرافية وما هي الشروط ومن خضع وخاصة وأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تقوم الآن بتدريب القوات الأوكرانية على أسلحة نوعية تشكل استنزاف إلى روسيا روسيا في أي لحظة تستطيع العودة إلى القزيرة وبالتالي الحرب هنا يعني الخروج والعودة ليس يشكل هزيمة خاصة وأن الهدف هو ما يسمى بالأمن القومي الروسي بحيث يبقى لها حضور في البحر الأسود يكون لها ممر يمر من هذه المنطقة تكون على مقربة من يعني لا تترك منافذ أو فراغات تهدد الأمن القومي الروسي يعني المعركة طويلة جدا وروسيا أسمتها أو هي حددت أنها عملية حربية خاصة لأن روسيا لا تستطيع احتلال أوكرانيا ستصبح دولة الاحتلال ودولة الاحتلال لديها التزامات دولية وفق الاتفاقية جينيف وبالتالي هي تريد أن تقتطع جغرافيا من أوكرانيا وتشكل انتصارا على المستوى البعيد بحيث تفرض شروط وهناك حديث عن كيسينجر يتحدث حتى لكن المجتمع لن يذهب إلى الحالة السلمة في روسيا على المستوى حتى المتوسط هو يريد أن تغرق روسيا في أوكرانيا من خلال حرب استنزاف كما حدث في أفغانستان بمانع حرب طويلة تستنزف روسيا وتشيطنها وتستندف اقتصادها وتخلق نوع من الرغض الشعبي على المستوى البعيد بهذه السلطة لتوقف المشروع بوتين الذي يسعى إلى عودة روسيا كأمبراطورية قيصرية إلى منكاتها التاريخية بالتالي الحرب في أوكرانيا ستطول سيحاولون إيقاد ممرات بحرية لخروج القمح ولبقاء روسيا أوكرانيا قادرة على إدارة شؤونها وإيقاد الطعام وموارد لهذه البلد لكن مع بقاء مناطق جغرافية محل صراع تستنزف فيها روسيا وهناك الآن توقه كما قلت إلى صرف البوسنة وهناك قوات تحركت أوروبية إلى تلك المنطقة لأن هناك تهديد روسي بتفجير المنطقة هناك وقد أيضا يتم الإعلان قريبا عن اندماج هناك حديث عن اندماج بلاروسيا مع روسيا واحتمال تتحرك أقليات روسية في دول البلطيق طيب دكتور عبد الباقي نفهم من كلام حضرتك بأن جزيرة السعبان تلك تمثل نقطة استراتيجية هل بالانسحاب التكتيكي حتى لو يصف بأنه انسحاب تكتيكي للقوات الروسية يمثل تغييرا في وضع البحر الأسود؟ لا ليس كذلك الآن روسيا لديها خروج للبحر الأسود وبالتالي لكن يعني وفقا للمحللين العسكريين لبقاء القوات في الجزيرة مكشوف بعبارة أخرى طائرة منغر طيار قصف من خلال القوارب البحرية ومن خلال يمكن قصف وتشكل كلفة كبيرة على روسيا وبالتالي تخفيف الكلفة يقتضي أحيانا أن تترك هذه الجزيرة إلى أن تتغير المعادلة العسكرية أو مثلا إذا ما تحسنت تمكنت روسيا من السيطرة على المنطقة البحرية وتتحكم بمراقبة كل القوارب والسفن الحربية متحركة أو تستطيع مراقبة القوم من خلال طيارة منغر طيار إذا ما تمكنت أو تغيرت المعادلة في الجغرافية تستطيع العودة خاصة وأن المنطقة المحيطة بهذه الجزيرة تقريبا أغلبها تحت السيطرة الروسية فربما يترك ميناء أوديسا لأوكرانيا وهو محل الصراع لأن هذا المنفذ الآن المهم لتصدير القمح هو المنفذ المهم لأوكرانيا نحو العالم وبالتالي اعتقد الصراع حول هذه المنطقة الحدودية المشتركة ثانيا هناك ما يسمى بالعلم النزاعات يعني هو المجتمع الدولي يستخدم في أوكرانيا وروسيا ما يسمى بإيقاد نزاع في الذاكرة الجمعية للروس والأوكرانيين بحيث أن أوكرانيا تصبح لديها نزوع نحو الانفصال وليس حتى إيقاد علاقات طبيعية مع روسيا لأن الذاكرة الأوكرانية الآن مملوئة بالجراح وبالخسائر وبالحديث عن سيادتها هذا بمعنى أن نجحت الولايات المتحدة وأوروبا في أن تصبح أوكرانيا لأنه كانت تسمى أوكرانيا روسيا الصغرى وكانت قز من هذه الأمراض ولأن نصبحنا نتحدث عن صراع تاريخي سيمتد وثار تاريخي ليس سياسي اجتماعي نفسي الذاكرة الجمعية الآن مملوئة بهذا الاحتقان ولديها استعداد هناك نفور أوكراني من روسيا هذا النفور جمعي وفردي ومن هنا ستصبح أوكرانيا أقرب ويعني تندفع نحو الاتحاد الأوروبي ونحو الولايات المتحدة الأمريكية وتقطع وهذا يضمن الولايات المتحدة الأمريكية حتى من وجود تضامنات شعبية بحيث يصبح النخبة السياسية لديها حامل جماهيري يقطع مع أي ميول تاريخية لروسيا طيب دكتور عبدالباقي الآن رئيس الأوكراني فلادمير زيلينيسكي يتحدث عن قيام كييف بتصدير الكهرباء للقارة الأوروبية ويشير إلى أن بقيام كييف بهذا الأمر سيكون هناك تعويض لجزء كبير من الغاز الروسي المصدر لدول الاتحاد الأوروبي كيف ترى هذا الأمر؟ من الطبيعي جداً لأن كما قلت لك أن حتى القصف الروسي لكييف لأوكرانيا كان يحافظ على فقاء الدولة بحيث لا يتحمل المسؤولية كاملة لأن انهيار أوكرانيا أيضاً سيؤدي إلى كوارث وسيؤدي إلى تحمل روسيا المسؤولية الدولية وفقاً للموافقة الدولية. وبالتالي أوكرانيا يمكن حافظت على بعض البناء التحتية وبالتالي يمكن أن تخلق أوكرانيا نوع من التعاون والتكامل وسيتم هذا وأعتقد خلال الزمن المتوسط ستتم تغيير البنية التحتية كما تحدثت قبل قليل عن القطيع النفسية الفردية والجمعية بين أوكرانيا وروسيا الآن سيتم إحداث قطيعة في البنية التحتية بحيث تكون بنية القطارات الطيران والموانئ البحرية والسكك الحديدية كلها تخضع للمواصفات الاتحاد الأوروبي من حيث المواصفات والمقاييس وهذا يفصل مادياً روسيا عن أوكرانيا هناك أولاً الفصل النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين أوكرانيا وروسيا هذا يحتاج ما يسمى إلى بنية تحتية الآن هناك مشكلة في تصدير القمح تتعلق بعدم تناسب خطوط السيك الحديدية الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي وهذا ما أعاق دفق القمح إلى العالم سيتم خلال الوقت القصير القادم تهيئة البنية التحتية في الاتصالات وفي السيك الحديدية وفي المنظومات المتعددة بحيث تصبح أوكرانيا متسقة ومنسجمة مع محيطها الأوروبي وتقطع بشكل شبه كامل مع روسيا دكتور عبدالباقي أشكر حضرتك شكراً جزيلاً على كل هذه الإضحات الرائعة التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج رأي شكراً جزيلاً شكراً لحضرتك تبعينا الكرام أبقى مع حضرتكم والآن يتحدثون عن ظهور الأول لقائد حركة طالبان الذعيم الأعلى لحركة طالبان تتحدث صحف الأفغانية عن أن هناك اجتماع مواسع يضم أكثر من 3000 من رجال الدين في الدولة الأفغانية وأيضاً بعض من وجهاء العشائر هذا الاجتماع يستمر لمدة ثلاثة أيام داخل العاصمة الأفغانية كابل وسائل الإعلام الأفغانية التبع لحركة طالبان أشارت إلى أن القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوان ديزادة سيظهر في هذا الاجتماع وسيلقي كلمة وبالفعل حضر هذا الاجتماع ووجه قطعاً التعازي لجموع الشعب الأفغاني وتحدث عن التضحيات الكبيرة التي قام بها الشعب الأفغاني إبان تلك السنوات التي شهدت الوجود الأمريكي داخل الدولة الأفغانية إذن الحسابات التابعة لحركة طالبان تتحدث عن هذا الظهور الأول لهبة الله أخوان ديزادة زعيم حركة طالبان وقطعاً كان هناك في السابق حالة كبيرة من التعاطف مع حركة طالبان ومع الدولة الأفغانية في خضم قطعاً وقوع العديد من الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان عموماً وصلت مع حضراتكم لختام حلقة الليلة من برنامج رأيي بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة